لما بدأ الصندوق من 10 سنين كانت القدرات المادية في الجامعات عشان موزنتها مش كبيرة بما يكفي كانت محدودة وبالتالي كان لازم فيه شراء أجهزة إنشاء معامل مراكز تميز حاجات زي كده الصندوق اشتغل طول 10 سنين اللي فاته كان له تركيز كبير على بناء البنية التحتية تعزيز القدرات دي وده تصرف فيه حوالي 9 من 10 مليار جنيه في العشر سنين شراء أجهزة وبناء معامل ومراكز تميز في جامعات في مصر كتير في مصر كلها من اسكندرية لأصوات كانت البنية القانونية والتشريعية ما تسمحش بإن الجامعات نفسها تنتالك شركات حاجات زي كده وحيال الوزارة في الفترة اللي فاتت الدكتور خالي عبغفار كان حط الحقيقة مجهود كبير قوي في موضوع البنية القانونية فتعمل القانون حافظ الابتكار وده يعني فتح كبير بالنسبة للجامعات الجامعات النهاردة بقى أنا تمتالك شركات وتبيعها وتبيع المخرجات بتاعتها فالنهاردة بقى كده الصورة اكتملت عنده الإمكانيات المادية تدريب للبحثين بناء قدرات بشرية ومادية وبعدين ممكن كم ده يتحول إلى المخرجات في إطار بنية الشرعية تسمح بكده نعم طيب أهم الإنجازات يا دكتور من وقت ما تم إنشاءه سنة 2007 لحد نهاردة أو أبرزها هو الصندوق بيمول في المتوسط 400 مشروع في السنة 400 تقليل في المتوسط يعني مش عاد ثابت لكنهم في المتوسط بيتم الكاملة عن طريق الندقات الوطنية لمشاكل تخص الدولة يعني أو مشاكل مباشرة تمويل الجامعات مصرية أو مراكز بحوظ مصرية وعن طريق شراكات أجنبية كمان بس الشراكات الأجنبية تمويل متكافئ احنا عندها شراكات مع 16 دولة حول العالم بتمويل متكافئ احنا بنحط هو بيحط جنيه أنا بيحط جنيه كسندوق ودي بتبقى تعاون دولي بس برضو في الآخر لازم يكون في إطار الخطة 2030 هل بيصب في مصلحة الخطة ولا لا من ناحية الإنجازات احنا عندنا 114 برقات اختراع طبعا من المشاريع بتاعتنا بيتم تسويق تجاري لها يمكن في السنين اللي فاتت التسويق ده ما كانش سهل قوي عشان البنية تشفر عليها زي ما قدت لحضرتك بس في إطار قانون حافظ البتكار الدنيا بتتحسن من ضمن الأمثلة لمشاريع أبرزها يعني بارزة ولطيفة مفيدة في مشروع كانت عمل من كام سنة كده تتذكر حرك مبنى المكتب بتاعة جامعة القاهرة هندس القاهرة اللي هو كان اتحرق نعم في 2013 أعتقد ده أعيد بناءه بتكنولوجيا بناء مولة من الصندوق مشروع كان مول من الصندوق وعمله أستاذ دكتور متولي أبو حمد من جامعة القاهرة عمل تكنولوجيا بناء مختلفة أرخص بنسبة 40% في تكليف المباني وتعمل في وقت خارق يعني المبنى أربعة دوار اتبنى ستة عمال في ثلاث شهور فقط طبعاً وقت قياسي وقت زمن قياسي وتكلفة كمان قياسي ومبنى بيستخدم فيه طلبة مبنى مكتبة فيه أحمال وفيه طلبة بداخل خارجها مش مبنى مش فيلا دورين يعني لا مبنى مبنى إداري ده واحد من أمثله المثال تاني مشروعة في القطاع الزراعي أنا برضو ننسيت أقولي يمكن أن الصندوق ما هو الصندوق متخصص مش في قطاع معين هو صندوق في جميع المجالات جميع المجالات كل ما هو علوم وتكنولوجيا وبنحاول لوقتي كمان ندخل فيه إنسانيات لأن التكنولوجيا بتحتاج معها إنسانيات لأنني بيستخدمها إنسانيات إزاي دكتور؟ زي إيه مثلا؟ مثلا يعني لو بنتكلم عن تكنولوجيا للسيارات الزكاية اللي هي اللي كان لبقية جديدة والزكاء الاصطناعي ثم في الآخر ده ألت هتشتغل في وسط بشر فلازم التعامل بتاع البشر معها هيبقى إزاي؟ تأثير الكلام ده هيبقى على العمالة والتوظيف على نسق الحياة طيب لو كلمنا على العمران طيب بنتكلم دايما على المدن الزكاية وده اتجاه دولة وإحنا بندعمه وبنزل فيه ندقات بحثية طيب ماذا عن القرى الزكاية؟ مش القرى الزكاية اللي في طريق الصحراء أصد البناء الدمين اللي حيبضلوا عايشين في مناطق قروية وبيزرعوا وحياتهم كلها مجتمع ورحة ومجتمع زراعي حتى حيعيشوا إزاي؟ حيلاقوا تكنولوجيا إزاي؟ خدمات إزاي؟ الكاملة دي بحوز ويدخل فيها تكنولوجيا بس يدخل فيها كمان علوم إنسانية لأنها في الآخر تكنولوجيا بيستخدمها باشر أرجع الحركة للمسال تاني اللي كنت بدأت أتكلم عليه وما أكملتش اللي هو عندنا مشروع عمل عبارة عن ما كانت بالعربي تتقال كباش القصب ما كانت بتتركب على لودر بتركب على الجرار الزراعي عشان ينقل المحاصيل يتضح إن الزراعة المصرية القصب المصري السويلة بتاعته ليها طول مختلفة عن الصناعات اللي من بر القصب المبر فالمحتاجة أنت تعملي حاجة خاصة بينا حاجة خاصة بينا ما ينفعش أن أستورد هذه الأجزة ما سنستخدمها هنا ليس رحنا نعمل من ناحية هي أو فردي بصنعها في مصر يعني الجهاز ده كان بيستورد من مصر طبعا عمالة مصرية كان بي وتكايف يعني هو كان بيتكلف بيباع من 300 ألف جنيه وبتصنع في مصر الزراعتي ب40 ألف جنيه يا فرق كثير جدا رحيب طبعا الفرق الكبير ده بيقول أن توطين التكنولوجيا دي وأنها بعمل تكنولوجيا بتاعتي الحل المتفصل عندي على ظروفي وعلى الزراعات بتاعتي المسافات ما بين خطوط الزراع ومش بس كده يا دكتور أنت كده بتشغل عمالك بتشغل شباب طبعا يعني أنت بتعمل يعني منفعة في جميع الاتجاهات مش فقط في البحث العلمي أكيد في إطار حركة قلتيك الشباب احنا من حوالي كم شهر كده بدأنا احنا الصندوق بتاعنا اسمه STDF صندوق العنومة التكنولوجية احنا عملنا صندوق العنومة التكنولوجية الشباب للشباب الباحثين موجه أكتر للشريحة العمرية الأصغر من الشباب ففيه شروط عمرية على المتقدمين والنوعيات المشاريع كمان